طب معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأساس عزة إبراهيم الكاتب المختص في العلاقات الدولية أهلا بيك أساس عزة أهلا بيك أساس يوسف إزاي حضرتك إيه الأحوال أهلا بيك أهلا بيك كيف ترى الأوضاع يمكن حتى هذه اللحظة في فلسطين والاتصالات الكثيفة والمقابلات أيضا التي يتلقاها الرئيس إما من رؤساء أو وزراء خارجية لو صح التعبير العالم أعتقد أنه الدبلوماتية السياسية الدبلوماتية الرئاسية في مصر بتتحرك بشكل واعي جدا لمتطلبات هذه المرحلة تعمل على إنهاء هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة وعلى الأقل نريد أن تدخل المساعدات دون مضايقة من إسرائيل ودون تعرض المعابر للقصف من جانب الإسرائيلي للأسف الشديد هم لا يسمعون هناك بالفعل انتهاكات صارخة بتحدث هناك تحديث من الأمم المتحدة بأنه هناك تحولت غزة للقطاع من الجحيم على رأي مسلمة قالت أحدى المسؤولين في الأمم المتحدة هناك وضع يحتاج إلى تحرك سريع خلال 24 ساعة القادمة المجتمع الدولي داد اقناعا بالرؤية المصرية في ضرورة أنه توفير مناخ مناسب لإدخال المساعدات في نفس الوقت لا يمكن أن يمر الرعاية الأجانب من رفح حال فلسطينية إلى مصر دون أن تكون هناك ضمانة لدخول المساعدات إلى القطاع تمسك مصر بهذا المطلب أعتقد أنه أصمر عن زعماء عدد من الدول ودول كبيرة ودول دائمة العضوية في مجلس الأمم تتشاور مع مصر في هذا الشأن وضيف إليها اليوم طبعا دعوة مصر إلى عقد القمة الإقليمية يوم السكت القادم هناك ترحيل دولة كبيرة بهذه القمة إدراك العالم أنه هناك خطورة شديدة من ما يجري وهناك خطر شديد من اتساع دائرة العنف والتساع دائرة الرقع الصراع ربما ستؤدي إلى حرب إقليمية لا نستطيع أن احتواء أثارها كل هذه المعطيات اليوم ندرك أن دائمة المصر تأتي في الوقت المناسب لتحاول الآن تضطي النيران وتحاول الآن تضحى الانتهاكات الصراعية هنا أستاذ عزة هنا هيبقى بالتأكيد في ملاحظتين مهمين أنا محتاج رأي حضرتك وتحليلك ليهم إزاي أنا هقدر أقول أن أنا عايز أوقف الصراع الموجود ويمكن من متابعتك واختصاصك تعلم جيدا أن مجلس الأمن لن يأتي بخير الولايات المتحدة بتبعت حملات الطائرات لشرق المتوسط فعمليا حتى التعامل مع الوضع الراهن ليس تعامل في أي اتزان لا اتزان سياسي ولا اتزان منطقي أصلا من ناحية تانية وحتى أكيد برضو تبعت النهاردة ومبارح أنه أصبح هناك تصريحات من دول مستعدة أو على الأقل هكذا هي تصريحاتها للدخول على خط التماس فورا فإحنا بنتكلم على وضع عمال بيلتهب ويزداد احتقانا دول مستعدة تخش على خط التماس الوقت المتحدة الأمريكية بتعمل جسر جوي وبتبعت حملت طائرات ومستعدة تبعت التانية فهل تتصور أن مجلس الأمن سوف يخرج لنا بقرار ما يمكن يكون في حل حل للوضع الراهن؟ أعتقد أن مجلس الأمن فشل في التوصل إلى صيغة تتعلق بإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع أو وقت إطلاق النار بشكل عاجل هناك بالفعل الجهود المصرية جاءت بعد أن فاشل مجلس الأمن في الوصول حتى إلى أبسط شيء وهو أنه السمح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع المسألة أن هناك حجد عسكري كبير في المنطقة أو في شرق المتوسط مصر لا يستميها مثل هذه الأمور ولكنها تعمل وفق رؤية واضحة في شأن أنه لا بد من خفض التصعيد ولا بد من أنه وقف ما يجري من حجد عسكري على قطاع غزة لأنها ترى أن هناك مأذق شديد تتعرض له كل أطراب كانت هناك فترة ربما أخذت الحماسة الجميع لكن اليوم بعد زيارة بلينكين واتماع مع الرئيس الستيسي وأمد الزيارات لعدد من الدول العربية المعنية بالأمر أدركوا أنه الأمر ليس بهذه السهولة هناك مأذق لدى الحكومة الإسرائيلية مأذق كبير لأنه رفع سقف التوقعات إلى مستوى هائل تحدث عن اجتياح القطاع في ساعات وربما وتدمير البنية التحتية الحماس وغيره من الأمور لكنه في نفس الوقت صدم بالداخل الإسرائيلي هناك الأسر الأسرة الإسرائيلي يريدين حل يريدين عودة أبنائهم هناك مقاومة شديدة أيضا لتارئ الخبرات ناتنياهو ليس به الرجل العكري الذي يستطيع أن يحتم معركة هناك تخوف شديد من إدارة هذه المعركة والسدعاء الاحتياط غير مؤهر وغير مضرب بشكل كافي هذه الأمور كلها أعتقد أن مصر تحيانة الفرصة المناسبة حتى أنها تطرح طرح لا يلقى اليوم قبول عدد سبير من الدول وهناك استجابة واسعة لهذا المطلب المصري بأن نجلس على التفاوض وأن نحاول أن نطف هذه النيران في أطرع وقت ممكن طيب في حاجتين بقى مهمين جدا أستاذ عزة وده أنا بسأل فيهم أستاذ عزة ككاتب متخصص كمان جدا في الشؤون الأمريكية أو العلاقات الأمريكية الشاقة أوسطية أنا قريت المقالة الأخيرة لتوماس فريدمان وقريت أيضا مقالة افتتاحيا في وول ستريت جورنال توماس فريدم بالتأكيد بيتكلم على الوضع الراهن على الأراضي الفلسطينية أنه هو وضع الانفجار طول ما هو مستمر بهذا الشكل وعدم وصول إلى حل ما للتهدئة العسكرية في أن الوضع ذهب للانفجار فهنا هيبقى السؤال المتعلق أو المبنية على مقال توماس فريدمان والأمريكان نويين على إيه؟ اللي بيعملوه هو المزيد من الاحتقان والمزيد من الشحن في المنطقة طيب وول ستريت جورنال تتحدث الحقيقة في مقال خائب من وجهة نظري رشح حتى شفتوا ولا لأ بيكلموا بقى على مسألة خلق ضغوطة على مصر لقبول مسألة التوطين أو مسألة استقبال الفلسطينيين في مقابل حزم وما إلى ذلك الإدارة المصرية شديدة الوضوح بأنه لأ مرفوض ده أمن قومي أولا وتصفية للقضية بالدرجة الأولى أيضا لكن الأمريكان عايزين إيه؟ ملاحظة حضرتك دقيقة جدا في مسألة أنها وجود تباين في العراء في العالم الإسرائيلي الأمريكي هناك بالفعل طيار داخل الصحابة الأمريكية بيرى أن إسرائيل في وضع حرك وأنها لابد أن تستمع إلى صوت العقل في هذه المرحلة هناك بالفعل أكثر من مقال في الساعة الأخيرة بيتحدث عن ماذا بعد ماذا ستتفعله إسرائيل في قطاع غزة بعد أن تدخل ما هو المدى الذي ستصل إليه العملية العسكرية وأمام مدة بقاء إسرائيل في القطاع وهي تعلم أن خبراتها السابقة في عمليات الغزو من هذا النوع وآخره 2014 منيت بفشل كبير واضطرت إلى الخروج في نهاية الأمر رغم أنها تكون بعمليات محدودة إضافة لتطور نوعي حصل في المقاومة وطريقة تنفيذها للعمليات يعني هذا لم تعرفه أبدا لأجهزة الاستخبارات ولا الأمن ولا حتى الجيش الإسرائيلي ما عرفوش يعملوا قدام التطور الجديد ده حاجة لأنه ما اختبروش قبل كده صحيح المسألة الثانية هي مسألة أنه الأصوات التي تتكلم على موضوع التوطين والتعيير وكده أعتقد أنها بتقلل كثيرا من وضع الدولة المصرية وتقلل كثيرا من فكرة أنه مصر تتمسك بأراضيها وبحدودها وأنها لا تقبل مثل هذه السفقات هم يريدون أن يكون الفلسطينيون أن يحصل الفلسطين على وضع المسلمة ووضع النبيين في أكثر من دولة عربية ويروا أن مصر عليها أن تأخذ منصبها اليوم هذا طرح كاسد وطرح غير مقبول ومن يروجون له في الإعلام الأمريكي يستخدون بمكانة مصر وقدرة مصر على أنها تدافع عن أراضيها وعن خياراتها في الوقت المناسب وفي نفس الوقت هو طرح يصطف مع المحتل ويرى أن الحلول الوحيدة تأتي من هذا المحتل وبالتالي نحن الحديث عن أمريكا ككتلة واحدة نعم هم يؤيدوا إسرائيل بشكل مطلق على مستوى السياسي وأيضا بشكل انتهازي وبراجماتي عشان سنت الانتخابات الأمريكية لكن في نفس الوقت هناك بعض الأصوات التي بدأت تقدم نفسها على أنها ترى أن الأوضاع تسير من صيق إلى أسوأ بالنسبة لي صنع القرار في إسرائيل أشكرك جدا 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 يا أستاذ عزة وياريت تنورنا في البرنامج بقى قريب وأنا لا يكفيني أن أنا أقابل حضرتك في مناسبات أحب أتنور بيك وأتشرب بيك في برنامجنا كل الشكر للكتب الصحافي الكبير أستاذ عزة إبراهيم الكتب المختص في العلاقات الدولية